إنما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير الكوة هذه القاعدة أحبابي وحبايبي أصعد الله أوقاتكم وفرش ترآتكم وحواريكم بالورد والفل والياسمين رح نكمل معاكم سيرة الريس جمال مو أبو زيد الهلالي لا شتان أين الثرى من الثرية منكمل الصيت محو صفحة من القرآن الكريم والتنزيل العظيم على سيد المرسلين وخاتم النبيين وهي الصورة هي صورة النساء والآيات الإرث اللي حزفها الرئيس جمال وحط عواضها قانون على مزاجه يعني حبايبي ما عاد تحسنوا اتوردتوا أبنائكم وأحفادكم شي على قانونه كل شي بتملكوا راح سيلو بين كان بيعمل كده لا 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 وروبين هود ما بيعمل كده روبين هود لا 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 ما يهمش ده ياخد منك ويدي الفقير لا ده يعني هو انت عملت يعني ده قضاء على اقطاع كان بيحتكر وفيه غلابة الفلاح لا يملك والغلبان لا يستطيع أن يعيش والفلاح بيزرع الأرض والمصر بنيال الأرض لمن يزرعها البدراوي البدراوي عشور ده مش كان فلاح إذا عندكم بيت صار مو هو الأولادكون وإذا عندك أرض راح ما بتحسن تورتها لأولادك وإذا عندك مصنع صار للدولة ورح يصير العمال الشغالين في وإذا عندك شركة طارت منك ومن أولادك صارت للموظفين هيك بدوا الرئيس جمال فصار الغني منتوف والفقير كيف ولو إنه ما رح يعرف يدير هالشغلة هاي كلاتا لأنه رزق حرام اللي صار إله وهي سرقة مورتي هاي الرئيس جمال صار نصاب وبلطجي وأزعار بيأخذ من أصحاب الحقوق أملاكهم وبيعطيها للي ماله حق ولا بقانون من القوانين وهيك أحبابي ألب القانون الرباني وصار وصار قانون شيطاني وصار اللي استفاد من هالكفر هذا والسرقة والزعرنة بيموت محبة بالرئيس جمال أما أصحاب الشركات والمصانع ورجال أعمال واللي الله عطاهن الحلال والرزق يكرهوا الأرض اللي بيمشي عليها جمال عبد الناصر وهيك اتخربطت الحكاية وصارت الدنيا فوضى وطامة كبرى ما عاد حدي يعرف شو بده يساوي ونهارت الثروة الاقتصادية ولكول اجتماعية وضاعت الكوادر الفهمانة والمتعلمة وأصحاب الخبرات طارت وصرنا مثل غابة حبايبي وأحبابي بعد ما كانت تعامل بالليرة الدهب تخيلوا كانت تعامل بالليرة الدهب العصمالية والليرة الانجليزية تبخرت ونهارت العملة وهربت كل الثروات خارج البلد هاي طبعا اللي بقي منا قبل استملاك الدولة عليها وبعد هيك اجت تأميم للشركات والصماء المصانع والاراضي الزراعية وغيرها وغيرها كلها تبخرت من ايد اصحابها وصالت للدولة والقطاع العام يعني الون للعصابة واضع على كل شي اسمه قطاع خاص هاي اول بلوة سواها الرئيس جمال عبد الناصر وزبتكم باقي المصايب والبلاوي اللي سواها انتظرونا بالحل الجاي وهلا ادرك شهر يار الصباح وإلى اللقاء تصبحوا على انوار النبي